سادساً علاقة البطالة بالناتج القوم بنقول إن العلاقة بين البطالة والناتج القومي تعرف في الاقتصاد بقانون أوكين وهذا القانون تم التوصل إليه بالتطبيق على اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية حيث يقضي هذا القانون بأن كل 2.5% نموه في الناتج المحلي الإجمالي يؤدي إلى خفض معدل البطالة بمقدار 1% فتبقى لما يقوله أوكين بيقول يعني إذا رمزنا لناتج المحلي إجمالي المستهدف أو الممكن بالY ستار وإلى الناتج الفعلي بالY وإلى البطالة الفعلية بالU والتوازف الكامل بالU ستار فإنه افتح قوس الY ستار ناقص الY كل ده تقسيم الY بيساوي 2.5% ضرب نفتح قوس الU ناقص الU ستار وهو فعلا بيوضح العلاقة بين الناتج المحلي الإجمالي وبين معدل البطالة وكيفية تأثير النمو في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 2.5% والذي يؤدي إلى خفض البطالة بنسبة 1% طبعا ده وفقا لما يقوله أوكين وتبقى لما تم تطبيقه على اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية سابعا علاقة البطالة بنمو الإنتاجية بنقول هنا طبعا لا ينكر الاقتصادين بشكل عام النازيات الإنتاجية طبعا هي التي تسببت وأدت بالدول الصناعية إلى مستوى المرتفع من الدخل الفردي نتيجة لابتكارات التكنولوجية وتراكم رأس المال المستثمر وبالتالي وفرت فرص العمل كميا بقدر أكبر مما أفقدت وتتضح العلاقة بين العمالة والإنتاجية والناتج من خلال المعادلات البسيطة الآتية الإنتاجية معروفة أن الإنتاجية بتساوي ناتج تقسيم عدد المشتغلون والناتج الكلي بالتبعية ويعني لو تحبين أن نطلع ناتج الكلي من المعادلة السابقة هنقول ناتج الكلي بيساوي المشتغلين أو المشتغلون في الإنتاجية بنقول فجوة الناتج تساوي الناتج الممكن ناقص الناتج الفعلي فجوة البطالة بتساوي فجوة الناتج تقسيم الإنتاجي بنقول بشكل عام تقود زيادة الإنتاجية إلى التوسع في حصة السوق وبالتالي التوسع في المشروعات وفرص العمل الإضافية يبقى إذن الإنتاجية تؤدي إلى التوسع في حصة السوق وبالتالي توفير فرص عمل إضافي طيب من ناحية أخرى تتحقق زيادة الإنتاجية من خلال استخدام التكنولوجيا واستخدام الآلة والإنسان الآلي وبالتالي ينخفض الطلب على العمال يبقى دلوقتي إحنا عندنا تأثيرين عكس بعضهم البعض بنقول في البداية هنا بنقول في رقم 2 الإنتاجية تؤدي إلى التوسع في حصة السوق وبالتالي زيادة فرص العمل الإضافية يعني المتاح أو الفرص العمل في السوق الحاجة الثانية المعاكسة لها أن زيادة الإنتاجية تتم من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة وبالتالي هينخفض الطلب على العمالة كلام ده أقول على مستوى المشروعات طيب الأثر الصفي فين بالضبط؟ الأثر الصفي على العمالة سوف يتحدد بواسطة طلب السوق وبشكل أكثر دقة سوف يعتمد على ما إذا كان خفض الطلب على العمال في كل واحدة من وحدات الناتج يتم تعوضها بزيادة الطلب على العمالة وفقا للتوسع في الناتج بنقول يمكن توضيح العلاقة الرياضية بين الناتج والإنتاجية والعمالة فيما يالي بنقول دلوقتي البيو تساوي سالب افتح قوس الـ A ناقص الـ E A طيب حيث أن الـ A هي الإنتاجية والـ E A هي الإنتاجية المتوقعة وطبعا البيو بتاعتنا اللي هي معدل البطالة طبعا بيتضح من المعادلة السابقة أن الانخفاض غير متوقع في الإنتاجية طبعا هيقود إلى زيادة في البطالة ترجمة نانسي قنقر